اشتركوا في القناة من عمق الادب الشعبي بمختلف جذوره الاساسية اخذ الاخوان رحباني احد المستندات الاساسية لشكل ادبهما وبخاصة في الاغنية كنص ومضمون هذه الجيور والفنون تشكل الادب الشعبي والتراث اللبناني وما يحيط به من عادات وتقاليد في المنطقة عامة ليتكون بالتالي معين اساسي تكونت منه على مر الايام وسائل تعبير مختلفة ولغات فنية اشتقت مواضيعها ومفرداتها من تلك الجذور وبشكل خاص هذا الفن الذي يقوم بجزء كبير من دعائمه على مختزنات التراث ماضيا وحاضرا عاصي ومنصور مع بيئة الدين وجدتهما الزجالة كانا مهيئين لاستقبال هذه الثقافة الشعبية والتي ترتكز على المقاومات التالية اولا الاحتفالات الشعبية والدينية وما تتضمنه من اعراس واعياد ومناسبات ثانيا تجربة مسارح القرى ثالثا الزجل والمغنى والعتابة والدلعونة والميجنة والروزانة وغيرها من فنون شعبية رابعا الأقاصيس الشعبية والمعتقدات والخرافات ترجمة نانسي قنقر انا عيني حبيت نعوم وبيتنعونين بيتنقوا بيني بكروم وانا بخون رايحة مش منتبحة ورايحة ومش قصدق التالسة وبيسمع انا وراحة الحاجي الحاجي والبيكي بيكي وبيتناخد وهي ملبكي وفن طريقي عالفل عبليق وبتصيري لحكاية تركض عطاني انا عيني حبيت نعوم يا حرام شو بيتنقوا بيني بكروم وشو دخل لسو ومعيني حبيت نعوم يا حرام شو بيتنقوا بيني بكروم وشو دخل لسو ولمقا بسرحة شيء من تهريكي تهريكي يا عمي ما ضعريكي مصطوصة الابل خبركي وبتنقوا لي حشريكي وانا مش حشريكي ولك انا شو دخلني الحق عالخبركي عاصي ومنصور من ابناء منطقة انطلياس وانطلياس اليوم تأخذ شكل المدينة ولكن في الزمان الماضي كانت قرية حيث للأعراس وللأعياد وللمآتم تقاليدها فعرس الضيعة مهرجان قائم بذاته يمر بعدة مراحل وتختلف هذه المراحل والأصول من بيئة إلى أخرى ومن طائفة إلى أخرى حفلات الأعراس من تقاليد القرى اللبنانية التي تعود إلى أزمنة بعيدة ولذا استعان الرحبانيان بهذا الاحتفال الفولكلوري ونقلوه إلى المسرح هذا العرس الذي يصفه أحد البحاثة جون دوفينو بالاحتفال الحقيقي الذي يصبح عندما ينتقل إلى المسرح احتفالا مؤجلا من العرس استعان المسرح بالأهزيج والألات الموسيقية والزلغيط والدبكات والأشعار المرتجلة ليكون العرس في ساحات القرى مشهدا مسرحيا خالصا تتولى إدارته وتنسيقه العفوية الشعبية ولذا ما على الفنان الحقيقي إلا أن يحافظ على هذه الحميمية بنقل العرس إلى المسرح ليكون لديه مشهد متكامل العناصر ومن أقدر من عاص ومنصور في نقل هذا الواقع الحياتي وهما أبناء الضيعة والباحثان أبدا عن العلاقة بين الإنسان والمجتمع والأرض والمتعمقان في دراسة الموسيقى والمتمكنان من فنون الشعر الشعبي إن تعدد الطوائف في لبنان هو واقع مجتمعي كان ولا يزال يلعب دورا أساسيا في العادات والتقاليد الموروثة فالأعياد والمناسبات الدينية تترافق بمظاهر احتفالية تتميز بالبهجة والصخم حيث يتم فيها توزيع الحلوى ورفع الأثقال وقرع الأجراس ولعب السيف والترس وكل ذلك بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية وهذه الأعياد هي تقليدية لقدسين معينين حيث يكون أحد القدسين شفيعا لبلدة معينة كذلك هناك الاحتفالات بعيد عشراء التي تقام بشكل خاص في جنوب لبنان وهي ذات طابع احتفالي يتم فيه تمثيل لمشاهد آلام الحسن والحسين مع أشعار تنشد جماعيا على إقاع موحد أما الأعياد العلمانية الشعبية فنادرة الوجود في القرية اللبنانية لذا أوجد الرحبانيان أعيدهما الخاصة التي تجمع ما بين حالات الاحتفالات الدينية ولكن بطابع علماني وكذلك أوجد الحالات المناسبة للاحتفالات المستمدة أصلا من أجواء بيئتهما عيد دوليب الهوى عيد العزاب وعيد الوجوه الذي هو تطوير لفكرة عيد البربارة فالأخوان الرحباني يلتقطان الذاكرة ثم يكملان استطراضا عليها أفا 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 يا شجرة العدني اشتركوا في القناة موسيقى 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 الزجل احد الفنون الشعبية الاصيلة التي يعرفها اللبناني ويمارسها اكثر من غيرها وهو ذلك الشعر العمي الذي يعتمد على العفوية والارتجال جدتهما لامهما ساهمت في تنمية فن الزجل لدى عاصي ومنصور لتكتمل هذه التجربة مع الحرشاية والاغاني مجلتا عاصي ومنصور ولتأخذ شكلها المهذب والمسقول في الاعمال الغنائية والمسرحية لدى الاخوين من فن الزجل رسمت ريشة الاخوين رحباني الواقع الشعبي اللبناني بنسج الكلمات العمية المنطقات وارسالها جملا ذات نبرات موسيقية شجية زينة عرس وقوالي ولفتات الريم تاري الحب مخبالي بميس الريم بكرة انجيتونا زيارة يا ابو نعمان ابنك يدعس بالحارة وانحرم تحريم زينة عرس وقوالي ولفتات الريم داري الحب مخبالي بميس الريم زينة عرس وقوالي ولفتات الريم داري الحب مخبالي بميس الريم بين الرايح والجايل عندك ملهو اختلفوا انتم خباي وصر صحب سيوم قولت نامي يا حلواني جايك ضيوم هلأ كنت الضوالي ليش التعتير زينة عرس وقوالي ولفتات الريم داري الحب مخبالي بميس الريم صوتك عمبي جرحنا ويصب الكاس يسقينا ويمرجحنا بروض الاحساس يسقينا ويمرجحنا بروض الاحساس راحوا منا مطارحنا والدنيا عراس كنا لازيمين احنا صرنا مازين تطيني تاريس وقوالي ولفتات الريم داري الحب مخبالي بميس الريم لا تلوميني يا جارة جارك عشان قاعد ان افعى اكبر ورندح اصبال وقاعد ان افعى اكبر ورندح اصبال حاكى عاصي ومنصور تفاصيل الاشياء بواسطة الزجل برقة الاسلوب وباوزان تتنقل دون ازعاج لتعكس جمالية المعنى بتصوير الحياة المجتمعية والمواقف الفردية لكافة طبقات الناس وليكون بالتالي للزجل دور هام في شكل الاغنية الشعبية اللبنانية اذا كان الزجل قد وصل الينا عن طريق اول زجلية صاغها زجال اسمه سليمان من قرية اشلوح وصف فيها خراب طرابلس حين طرد الصليبيون منها وذلك في نيسان عام 1881 ميلادية يقول المؤرخ لحت خاطر مرتكزا على محفوظات مكتبة الفاتيكان تحت رقم 214 و231 ان هذا الزجل قد تطور مع السنين في الصلوات والطقوس والمناسبات حيث لمعت اسماء مثل مخايل فريجي من مزرعة كفاردوبيان والراهب كامل انجاي من كفارتية وتبقى ذاكرة الاسماء تروى بالاشعار المروية وغير المدونة اسماء لمعت في القرن التاسع عشر مثل مخول الشكر وأبو فرح المعلوف ويوسف الحاج ونصيف نسار وبشار البشاموني هؤلاء الشعراء مهدوا لرعيل جديد في مطلع هذا القرن اكتسبوا من خبراتهم واستحودوا على هذا الفن وصاغوا أسجالا لا تزال إلى اليوم تعتبر مثالا لكل شعراء من هؤلاء رشيد نخلي الذي وضع النشيد الوطني اللبناني فيما بعد أسعد لفغالي المعروف بشحرور الوادي خليل روكوز وعلي الحاج ولعل هذا الجيل هو أول من بدأ المحاولات لتأسيس مسرح غنائي مرتكز على تقنية نصه على الزجل ففي عام 1947 كان الشاعر الزجلي أسعد سعيد في زيارة للقدس فطلب إليه صبر الشريف وكان مسؤولا في إذاعة الشرق الأدنى أن يكتب قصة ذات حوار شعري يصلح للغناء لكن التجربة لم توفق وتكررت التجربة مع وليام صعب وشحرور الوادي وأنيس روحانة وعلي الحاج وطانيوس حملاوي لكن كل هذه التجارب لم تحمل الشروط الواجبة لنص مسرحي غنائي الأخوان الرحباني استفادا كثيرا من هذه التجارب لتأتي فيما بعد تجربتهما من خلال مقدرتهما الكتابية وتجاوز الأخطاء التي وقع فيها السابقون من العوامل التي ساعدت على إطفاء الشكل المعروف للأغنية والحوار المسرحي لدى الأخوان الرحباني تجربة مسرح القرى فاستفادا من هذه التجربة ونذكر من هذه التجارب مجهودات جمعية التعاون التي تأسست عام 1926 في بلدة وادي شحرور وقدمت مسرحيات مثل لولا المحامي لسعي تقي الدين عام 1926 المروءة والوفاء عام 1927 وبنت مسرحا خاصا بمجهود أعضائها كما أن كل الأعمال المسرحية قدمت بمرافقة موسيقية وتذكر محاضر الجلسات أن فرقة الأخوين فليفل شاركت في إحدى هذه المسرحيات فالموسيقى إذا كانت عنصرا مرافقا لكل المسرحيات في القرى تقريبا هذا ما شجع الأخوين رحباني منذ بداية حياتهما للولوج إلى ميدان المسرح ليس بالكلمة والشعر فقط بل بالكمنجا والعود والبزق وكافة الآلات التخت الشرقي وليصبح هذا المسرح هاجسا إبداعيا لديهما وظهرت الاسكتشات الغنائية في البدء ومن ثم المسرحيات الغنائية وليظهر معها شخصيات قروية محببة مثل سبع مخول والمختار والصياد التي هي حقيقة آتية من عوامل تجربة غنية عاش عاصي ومنصور دقائق تفاصيلها موسيقى 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 إذن كان المسرح الرحبني قد استعان بالزجل والأعياد والمناسبات ومسرح القرى فلا شك أن للقصة الشعبية وخرافاتها تأثيراً واضحاً على تغذية مسرح مال غنائي الذي ابتدأ على اعتبات الفولكلور والتراث فعاصي الذي يخبر خبراً واضحاً عن الجن والأشخاص الذين لا يكبرون وعن عالم خيالي وأقاصيس الجدة في ليالي الشتاء عن الجن والعفريت والقبضايات كانت منبعاً استقى منه الأخوان رافداً لكلمة تبقى في الأغنية والحوار والمضمون من مرتكزات وأساس الأصالة لنا لقاء آخر مع الكلمة والشعر في الأغنية والحوار في الحلقة القادمة لدى الأخوين الرحباني فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر